السلام عليكم وراجعكم في فيديو جديد وهذا المرة قدناها اللابتوب لينوفو الموديلها اديا باد جيمينج 3 15 ARH 05 هذا موديلها مثل ما نشوفون هذا اللابتوب صاحبها جابها يقول بيها مشاكل حرارة فنفككها ونسوي لها تنظيف كامل ونحل مشكلة الحرارة اللي بيها دعنا نبدأ على بركت الله نفتح البراغي طبعا بعد ما فققنا البراغي شباب نجيب اي ادات فتح نفتح الكفر الخلفي الخاص باللابتوب او الغطاء الخلفي في هذا الشكل مثل ما شوفون الوضعية امامكم مأساوية فراح ننظف هذه الوساخة كلها ونرجع اللابتوب ان شاء الله الى وضع المصنع فمن وين نبدي اول شي راح نفقق مجموعة التبريد بشكل كامل شكرا لكم نأخذ هذا الجزء على جنب الشباب نبدأ بمجموعة التبريت أو الهيتسينك نبدأ بمجموعة التبريت نعم نعم اشتركوا في القناة 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 ومرحلة أخيرة حتى ننهي موضوع الفان فنجيب أي دهن مكينة وبأي عودة تنظيف أسنان أو عودة شخاط بهذا الشكل نأخذ بعض الدهن ونحط بالفتحات الخاصة بالفان بهذا الشكل سأحرص أنه الدهن لا يلامس المطر حتى لا يسبب لك أضرار نقوم بإعادة تركيب الفان كما ترون كما ترون الفان رجعت جديدة بعد أن نضيفنا الفان ونضيف مجموعة التبريد كما ترونه لنأخذ اللابتوب بهذا الشكل ومثل ما شوفون مليانة اتربة خلينا نضربها ايضا بلور وننظف الداخل مالته سوى هاي بعد ما نظفناها مثل ما شوفون القفا غير خلفه عندنا ايضا مليان بالاتربة خلينا نظفها ايضا مثل ما شوفون شباب نظفنا الغطاء الخلف ايضا حاليا قبل ما نجمع اللابتوب ننظف المعجون الحراري بكل عناية بدون ما نضرر المعالج او كارت الشاشة طبعا هذا الجي بيو وهذا السي بيو فعلى كيفنا نجي ناخذ المعجون الحراري بهذا الشكل هذا ما نظفنا المعجون الحراري القديم نظف المعجون الحراري اللي على الهيتسين ايضا مثل ما شوفون نظفنا المعجون الحراري القديم نخلي معجون حراري جديد فتريد تساوي بهذا الشكل فلنقعد الفان اولا حتى الواير هذا او الاسلاك الخاصة بالانتينة مع الواي فاي نقعد نفهم محلها بها رياحية بدون ما نتعرف للمضايقة نقعد نفهم محلها نقعد الانتينات مع الواي فاي ايضا بمحلها ثواني وارجع لكم ايه شباب قاعدنا الفان محلها وقاعدنا الكابلات مع الواي فاي نقعد الهيتسينك محلها بهذا الشكل طب هناك ارقام على الهيتسينك يفضل انه يتبعوا الارقام يعني سواحة اثنين ثلاثة ثم هنا أربعة وهنا اعتقد المفروض خمسة وهنا الستة اتبع السرة الموجودة على البراغي وهذا مثل ما ترون الشكل النهائي للداخل مع اللابتوب بعد عمل تنظيف كامل لداخل مالتها صارت مثل وردة نقعد القبوغ الخلف في محلها بعد ان نظفنا نقعد القبوغ الخلف في محلها حاليا نقعد التنظيف الخارجي سوف ننظف اللابتوب بشكل سريع من الخارج عملية التنظيف اللابتوب سوف نبدأ بها من الشاشة مثل ما شوفون اليانا بالأتربة فخيرين ننظف الأتربة بهذا الشكل سريع وبعدين نأتي ببخاقة كولونيا إذا ما عندك كولونيا تستخدم كحول إذا ما عندك كحول تستخدم أي مادة منظفة ولكن أنا أفضل الكولونيا لأن مادة مذيبة بها مادة مذيبة تذيب لك كل الأمور التي تلاسقها على الجسم وأيضا بها ماء الماء يذيب لك السكريات فإذا بها أي آثار لأي سكريات تزاح وبها أي آثار لمواد ملتسقة أيضا لذيبة الكحول التي موجودة بالكولونيا فأفضل مادة التنظيفية الكولونيا فأنبخ على أي وصلة بهذا الشكل ونجي ننظف الشاشة بهذا الشكل ونجي ننمع الشاشة بهذا الشكل ونجي ننمع الشاشة بهذا الشكل ونجي نحرك أن تستخدم قطع كماش خشنة وإنما نستخدم دائما وصل او قطع كماش قطنية حتى لا تترك اي اثار يعني جلوخ او تسلخات الصير على الجسم على اللابتوب او على الشاشة فهذه النقطة جدا مهمة اخذها بعين الاعتبار حتى تنظف اللابتوب بدون ما تعمل مشاكل وهي شباب كما يرون النتيجة النهائية اعمالكم اللابتوب نظبناها و او رجعات جديدة ماشاء الله هذا كل شيء الذي اعدي في اليوم اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم اذا اعجبكم الفيديو تعالى في الاشتراك في قناة الفيديو ولا اصلاك في قناة تبعز الرجوع صاحبته وصلكم كل جديد اذا اكن قم اياكم سيعدا او قناة قد او تاك لما اعلن الله